بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أخيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تضرقوا إلا من بعد ما جاءهم علم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى القضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتابا من بعدهم لفي شك من همريب فلذلك فاجعوا استغم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لن حجد بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضوحبة عند ربهم وعليهم غضبا ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في ساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نعذه لنا وما له بالآخرة من مصير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل نطبي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين منا كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روبات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روبات الجنات لهم ما يشاءون عند ربه المالك هو الفصل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم من ذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصدكم من مصيبة فبما يسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا لصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشك يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك نآيات لكل صبر شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجدربون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضموهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويرضون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يظلم الله فما له من وله من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذر خاشعين من الذر ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقية وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من جون الله ومن يؤمن الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفير وإن عليك إلا البلاغ وإن إذا ألقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سينة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملق السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ترجمة نانسي قنقر